السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم قناة اجيال الاندلس اذا ما عودناكم كل جديدة جماعة كل جديدة عندنا في القناة النهاردة في خبر عن التعليم بتكلم عن دمج اسئلة الاجابات مع الاسئلة يعني هيبقوا نظام بوكلت في بعض الصفوف وطبعا رأسهم طفعا من الصف الاول السنوي مفيش منه جدال هيبقى نظام بوكلت يعني السؤال فين؟ في ورقة الاجابة وهتقاجب دي هو الاسئلة طيب الكلام ده ازاي؟ او الكلام ده يبقى من نظامه ايه؟ اول حاجة التعليم بتؤكد امتحانات النقل تشهد دمج في ورقة الاسئلة والاجابة لبعض الصفوف نشوف ايه اللي بحصل اول حاجة عندنا اول حاجة اكاد وزارة طرباء التعليم والتعليم الفني ان امتحانات الصف الاول اللي هو الفص الدراس الاول لطلاب المرحلتين الاساسية والسانوية بتشهد دمج الورقة الاسئلة والاجابة يعني هما الاثنين هيبقوا واحد هيبقوا مع بعض وعلى الرأسوها طبعا الصف الاول السانوي في النظام الجديد للسانوية التراقمية وايضا صفوف اللي هو الصف الثاني سانوية هل بقى هو الصف الثاني سانوية مش كل لان هيبقوا في لغة العربية بس والصف الرابع اللي ابتدائي والصف الخمس اللي ابتدائي وبعض الصفوف تانية لسه محنش عارف ايه بس الاغلبات كلها يا جماعة هيبقى فيه نظام بوكلت متدول تقريبا تالت عدالي لا واشارت وزارة طرباء التعليم ان دمج ورقتين الاسئلة والاجابة يساهم في تحقيق نواتج للتعليم ازاي اللي هيغير نمط الاسئلة ويركز على الفهم وليس التلقين او الحفظ لان الدكتور طارق جاي بمبدأ افهم ما تحفظش وانه مبدأ كده افهم تحفظ لكن تحفظ مش هتفهم واشاره ذات وزارة الترباءات التعليم الى ان الوزير الترباءات التعليم الى ان دمج ورقتين الاسئلة والاجابة يساهم في تحقيق نواتج التعليم من خلال تغيير نمط الاسئلة وتركيزه على الفهم والاستسقار اكثر من الحفظ والتلقين وايضا في اطار تحقيق متعة التعلم وتغيير التعليم خالص للافضل عشان يمشي مع الاستراتيجية الجديدة والشغل الجديد عشان تطوير نظام التعليم المصري نتمنى ان يكون هناك تطوير صحيح تطوير جدي يكون تطوير حلو واضحت الوزارة ان دمج ورقتين الاسئلة والاجابة بيحقق مصلحة للطالب اهو الوزارة شايفة مصلحة ايه كمان في الاستفالة بالوقت بالإجابة كنت الاول بجيب السؤال فورة الإجابة لا الوقت السؤال موجود وانت هتكتب الإجابة بس دون النقل نظام نديم واضاف ان الاسئلة ستكون كلها المساحة المتروكة المساحة المتروكة اسفل السؤال مناسبة جدا وتساهم في تصحيح قراصات الإجابة بسهولة جدا وسهل على المعلمين الأمر سهل جدا المعلمة هي صححه سهل جدا انت تقدر تشوف إجابتك صح سهل جدا انت مابقاش سؤال تنساه يعني في حاجات كتير حلوة نظام البوكلت نظام البوكلت سيبقى نجابها حتى من بعض المواقع التربية التعليم دمج ورغطية الأسئلة والإجابة لامتحانات النقل وضع التربية التعليم أكدت أن امتحانات الفاصل الدراس الأول للنقل دمج ورغطية الأسئلة والإجابة وعلى صفوفها طبعا الصف الأول السنوى كان خبر سيراك عن التعليم وعن دمج الأسئلة والحاجات الرجل قدامنا يستاهل اللي ندعي له ربنا يصلح حلو ويا رب يمكن الخرق على إيده يعني أنا بقول أنه وبين بعض أنتو حرين أنا بقول ربنا وفاك يا دكتور طارق ويعينك عن اللي أنت فيه أنتو بقى كل أحد حر بقى في الدعاء المهم الوزارة بتتمنى للجميع كل الخير ونحن بردو نتمنى الوزارة كل الخير هذا كان خبر سريع إن دمج الأسئلة والإجابة يكون فرقة واحدة إن شاء الله اشترك في القناة حتى أصلك كل جديد واشترك معي في قناتي الثانية قناة أجيال اندلس من وعات وموقعنا الرسمي أجيال اندلس دوت قوم والتطبيق على جوجل بلاي أجيال لأندلس كل جديدة عندنا في القناة انشر الفيديو حتى الطعام الفائدة اعمل لايك للفيديو لو عجبك وشوف فيديوهاتنا كلها موجودة في قوام التشغيل شوفها عندك حاجات كتير جدا من الصف الأول اللي بتدقي حتى الصف الثالث السنوي وعندنا محاضرات للكليات كمان كلها موجود في قناتنا الرسمية أجيال اندلس قناتنا أجيال اندلس من نوعات فيها حاجات كتير هتعجبك من نوعات شامل كل الأسرة إن شاء الله حتى تطبيقنا أجيال اندلس شامل الأسرة مش للطلبة بس كان معكم أسامة ريزي مؤسس أجيال الاندلس في أمان الله اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات وايضا لا تنسى دعمنا بلايك